موسيقى موسيقى لا للإرهاب مفيش أي ديانة بتخض على كده مفيش أي ديانة بتمدح كده كل الديانات تستنكر اللي بيحصل ده كلنا في مصر إخوات بنقول إن الحياة أقوى وإن مصر أبقى وإن إحنا عزيمتنا صالبة ومفيش حاجة هتخوفنا مصر تعرضت لأزمات وصعبات كثيرة لكن دايما بشبابها الحلو والمنتعش بالحياة والراغب في الحياة والمرتبط ببلده مصر هتعيش وهتغلب كل إرهاب طبعا نقول لا للإرهاب هو الإرهاب ما يقدرش يوقفنا وما يقدرش يهزنا إحنا الإرهاب ما نحقق لهش هدفه أبدا أكيد نقدر نقول لا للإرهاب الحاجات اللي إحنا بنعملها وتحديات اللي بنحطها قدام الإرهاب لا شك إن إحنا لا للإرهاب دي لأن أولادنا نفسهم هم دعاء من أجل السلام من أجل مش بس تحيا مصر ككلمة ولكن هم بيعيشوها فالإرهاب بالنسبة لهم ده شيء هم بيتحدوا زي ما قلتوا حقيقة التحدي عندنا ده شيء أساسي فإحنا بنقول للإرهاب لا وبنتحداك فإحنا كلنا في وطن واحد الإرهاب لما بيجي ما بيفرقش بقى من مصر أو مسيحي المجموعة اللي يعني استشدت كان فيها واحد مسيحي فالإرهاب ما بيقولش مثلا ده مصر ده بيميس بنده وبنده إنما الإرهاب بيستهدف المصريين أيا كانت ديانيتهم أيا كانت انتماءاتهم أيا كانت يعني فصيلهم لكن الإرهاب بيستهدف مصر وأولاد مصر فعشان كده أولاد مصر كلهم يتكفوا ما إحنا بنقولش إن إحنا إيه إحنا صحب يعني نحزن على الشهداء بتاعتنا وكنا إحنا بنحزن لهم لكن بنفرح لهم برضو إنهم وصلوا للسماء لكن في نفس الوقت ما نقولش مثلا إحنا نفضل بحزانة لا إحنا بنقولش حدايا ده إحنا نقول التحدي يجب أن نواجه هذا مش بحداد لكن هواجهه بتحدي لأن مصر الأمراء قوية طبعا طبعا نقول والله ربنا يعني يمنع عننا الإرهاب والإرهابيين ونقول ربنا يحرص مصر طبعا الإرهاب موجود في كل حتة في العالم مش في مصر بس جايز يكون في فترة معنا بيزيد أو بينشط لكن في الأخذ خالص عمره قصير والإرهاب بقى يعني لو أنت بسطن السنة اللي فاتت ديها تلقى إن حصل أحداث في دول كتيرة جدا يمكن أكتر من مصر وحصل والمصر كان بيحصل فيها من من كذا سنة يعني قبل قبل ما تقوم السورة التانية كان في فترة معنا كان فيها إرهاب بصورة كبيرة جدا في مصر والإرهاب كان وصل لحد البيوت والشارع فالحمد لله لما دلوقتي يبقى أحداث يعني بقى أبعاد مختلفة طبعا ده يبقى كواس إحنا ماشيين في يعني الحمد لله في خطوة كبيرة ولازم نكون معترفين إن إرهاب ما انتهاش 100% لسة في ديول موجودة الديول دي الحمد لله موجودة في أماكن متطرفة لأن مصر مستهدفة مستهدفة وليها تخطيطات خارجية والحمد لله الحمد لله لو أنت بسط برضو الأحداث اللي بتحصل كلها بتحصل إما في جبال إما في أماكن بعيدة لكن مفيش حاجة الحمد لله الداخليين بتبقى طبعا بصورة متواجدة يعني الخارج ده وارد وإن شاء الله بإذن الله خطوة بخطوة هينتهي لأن الحمد لله يعني القيادة ماشية بصورة بخطوات منتظمة ده يعني رسالة للعالم كله ورسالة للشرطة ورسالة للخوانة إن احنا على القلب رجل واحد لا يمكن أن نهزم لا يمكن أن يلال مننا ضربة هنا أو هناك حصل تفجرة في الكنائس حصل اعتداءة على المدنيين حصل حاجات كتير جدا جدا لكن لن يستطيع أن ينالوا مننا بل بالعكس بنزداد سمود بنزداد عزيمة بنزداد إرادة بنزداد قوة نقول طبعا للإرهاب ده يعني ده دول إن الشباب بزد بيقولوا لا للإرهاب إن هو التحدي ومصابرة وإن هو إن الإرهاب مش هيأثر فينا زي ما أثر في شعوب تانية أكيد لا مسلم ولا مسيحي ولا أي ديانة في العالم بتقول نعم للإرهاب كله بيقول لا للإرهاب ما حدش بيحب يزهق أرواح يعني فيش أي دين بيحلل إنك تزهق روح مسلم مسيحي أي كان بوزي يهودي ما أعتقدش إن حد فيه دين بيقول للحد لازم تقتل أو لازم تستبيح دم حد تاني آه طبعا إحنا كلنا بنقول الإرهاب وإحنا ضد الإرهاب وعايزين سلام لبلدنا وهدف الرحلة دي كمان لأولاد يكتشفوا قدي بلدهم حلوة وفيها أمان هم متشجعين جدا وعندهم حماسة دايما إن هم ينطلقوا أكتر وأكتر من خلال الدرجات بيقولوا النهاردة فيه أمان أو طبعا فيش أي دين يقبل الظروف دي والإرهاب طبعا وده أكبر دليل إن إحنا طرعين دلوقتي السخنة وإن شاء الله نوصل بسلام وفيش حاجة ومصر طول عمرها بلد الأمن والأمان مصر طول عمرها بلد الأمن والأمان بنقول للإرهاب أكيد وبنقول إنه بشبابنا حنقدر نبني مصر ومصر طول عمرها بلد الأمن والأمان أكيد مصر بلد الأمن والأمان وزي ما بيقولوا ادخدوها سالمين وحيفضلوا جواها سالمين كمان احنا بلدنا بلد الناس اللي ببص عليها مش هنسيبها وحننوت فيها بإذن الله بشبابنا ورجالة دو ودخلوها سالمين أمنين تفكروا عن وطول عمرها بمصر بلد الأمن والأمان الحمد لله هتستمر عليك إن شاء الله شكر الله شكرا